السلام عليكم نحب نتشرف المسطور في الواقع اللي إحنا فيه توا في تونس رو أكثر الناس مش فهماته أنا نبدأ ساعة الصباح تمشاهت للسد لول والسد الثاني والسد الثالث والماء وعلاش حرائق الغابات وعلاش الماء موجود وما يوصلش هذه مشاتل من عام ستة وخمسين وحتى مقبل مش جديدة هو قال بفعلي فعل يصحح بفعلي فعلة ما مش الفعل اللي في بالك هو تعرفش قال الفعل اللي في باله قالت اللوبيات الإجرامية متاع المترشحين للرئاسة هذو كهوما اللي يعملوا يقطعوا في الماء ويحرقوا في المحاصيل وفي الغابات لا هو ما شوف أسرلتوا ما أنا عاشت في القروان لكل الأصل اللقطة والمشاة اللي تبير العقرية اللي ما فياش حل يجي واحد يستولى على الاراضي ولا عنده وراق ولا عنده حد شيء ومعه حل الأحباس وقتها متاع بورديبة الله يغفر له والأمور العقرية معناها تعقدت ومعاتش فيها حل هون قولوا لكم في القروان فمشتول يملت الأرض وفمشتول يملت السجرة وفمشتول يملت الغلة متاع الشجرة تيجي واحد ويستولى ما هو اللي يعملوا الأخرين اللي ملقوش حل والعدالة ما تلقاش حل لان كل واحد جايب وثاق وعقود قديمة واندرسنوه واندرسنوه الخنفوسة متاع العدول واحدين آخره يقولوا اللي يأخذوا حقهم بيدهم يمشي يقطع عليه الماء فعلا يا قيف سعيد انت ما تعرفش أنا عاشت مع الفلاحين ونعرف لو ضع العقرية اللي مسربتة اللي ما فياش حل اليوم وغضوه حاول حلها تره انت هات عملت شوية سعارات ها ضمانه والماء في يديه ولي نتيفة النهر الخالد متاع عملوها يو دي مش هذا يو دي مش هذا واللي يحرقوا والمسؤول المسؤول المجرم الحقيقي ها وطلعوا هو موش هذات اللي عندهم بنتوات معلي اخذاء أرض مش متاعه مصدر ما عيشت الناس تعايلات وقبائل كاملة يمشي ياخذها يمشي وقته عليه الماء يفعلا بفعلا يفعلوا بالطرق كما يوراونا توقع ولا يحرق له ما حصيله يحرق له تتحرق الغابات القطر حرقوا ما حصيله ما لقووش حل الشعبوية راهية سهلة وربما تقنع بعض جهلة ما يعرفوش الواقع هاني نتشفانه وانتوما خموا راو ربي يخلق النعقول حتى ولو لا يكن أكثر الناس لا يفهموا لا أكثر الناس ولو يفهموا وقته نرجعوا إلى الوضع الانتخابي زامتي في اللي احنا فيه وثبوا عسكرة كمان في المسرحية وجيب الورقة الفلانية وجيب الورقة العلانية والوثيقة هذه تلزمها والملف إذا كنت من للملف راو ترشحك ولا معقول كيفاش يا ولدي هم قلوا لكم على الوضعية السنية الوضعية احنا مثلاً الكل بما فيهم أنا وبما فيهم قيساين سبعين مترشحة فما تسعة وستين عاديين أغلبهم على أن يتربي كما قال المرزوخي يجمعوا في الأوراق وجمع في الأوراق وجمع في الأوراق وجمع في الأوراق وجيب الجلسية بتاع ابوك وأمك وجدك كذات يوم كيت ولده وهذه كفما هي بلدية وفما ضمين في وقت برجبل قالوا له رق تلت عام اللي أمه قالت له عام اللي سلفتي هبلة بولدها قربوها قالوا ربما ألف وثمانمائة وثلاثة جاء وقتها محمد عطيج الله يرحب مدير الصدقية فكل وقت ذات أنا عشته قالوا لا مش صحيح مولودين فرض عام نوايات سيلاحبيب عام ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين ما يعرفوش الناس وقتها مولودين وهم يقلت له وقتها مولودة حاجة قالت لي رأيه قال لي جدت في عام الحرب معناها تطرف ديزويت تذيت متى عارب عطاش ثمانتاش ما فماش أوراق بحيث توا اللي قعد يلم في الأوراق ويجمعك وواقف على الجنسية ويمشي للمحكمة كلام فارغ كلام فارغ لأن احنا تسعة وستين فينا واحد اللي هو قيس سعيد الوحيد عنده أجلس الدولة وعنده الأوراق وعنده الجنسية وعنده السوابق عنده كل شيء يستغنى لكن يقول تجيبه نوع من التنتيل والتعجيز فما التنتيل واضح وفما التنتيل نعم هاته صوفت التنتيل نعم قلت ما نعطيتش إيش باش تعمله دوانا هاني طالبها ثلاثة هذه بطاقة دوانا ما أعطونيش إيش باش تقول له قلوا هاتها بالسيف قلت برشته هانو عنده تلمحك مليدرية والمحك مليدرية تينو هو تبق أحكامها أول من يتملح هو يهو درجل مهوث خطيئ توا المشكلة الوحيدة اللي عنده مع الأميرال كمان العكروت هذيك الوحيدة هذيك الوحيد في التسعة وستين توا نوليه ثمانية وستين كمان العكروت جاي من المؤسسة العسكرية وعنده عشرين سنة مستشار بالزيت واللي ما عملوش هو ربما يعبدو العكروت الله لا يقدر قالوا لوقت الإسلاميين ما قتلهمش حطهم في الحبوشات نكتل بيهم مرمد ولداتهم منحهم المغادرة البلاد بأي حتى سبب لقانون ولا حتى شيء يكون بالمراسيم ويشوروه على كل شيء يشوروه هاو طواجات واحد اللي متجم تعمل معه شيء كمان العكروت مش تقول له مش تقول له ويجيب الأوراق ويجيب الواحد هو تقول ايه ماذا تيضح تعليت الناس تيضح تعليت الضباط ساعة السامين والقيادات العسكرية وهو بيده رئيس سركان البحر هاو دي مشكلة كبيرة حطنا فيها والبلاد وقتها قادمة على مجهور كبير خموا انتما خموا راهي مش تولي ظروف اللطف لا قدر الله تولي فيها الدم للرتبة مش لظروف فياسية لان لعبات تعجز ما عاشت نجم تعيش اللهم تفيزي مثلا العكروت ينجم يزيب المليارات اللي هو الاخر طالبها من صندوق النقد الدولي ومالقاهاش يولي يشري والسطن والحليب والسميد والروز والقهوة وكذا ايه لاتني قلت هذات هانو متوفق ها وصلت على روحك ها شوف غير تشعملنانو ها الله ليه قدر على تونس بش يكون عند هالمصير فتر يا تونسي وحل مشتلت اتبيدك خطر الحل في ديك والسلام عليكم موسيقى